موسيقى 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 عقدة دكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا بمركز المنارة للمؤتمرات أعلنت خلاله تفاصيل الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي يفتتحها رئيس الوزراء تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل في الفترة من السادس والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير المقبل وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الدورة الثالثة والخمسين للمعرض تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب واستخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لأول مرة خلال فاعليات المعرض كما أعلنت وزيرة الثقافة استحداثة جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى أربعين ألف جنيه في كل مجال ثقافي لافتة إلى أن الفاعليات تشمل برنامجا مهنيا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وصرعة مواكبتها للعصر وتأثير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي اشتركوا في القناة